بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هذا لقاء جديد في سلسلة خفايا عالم الجن الحقيقة الشيطان والشياطين ذكر في القرآن ثمانية وثمانين مرة ثمانين وثمانين مرة ثمانة وثمانين مرة عدد كبير وإبليس ذكر إحدى عشرة مرة في القرآن العظيم طيب لماذا هذا التركيز على إبليس وعلى الشيطان والشياطين ليدلك على أهمية أن تأخذ حذرك من هذا الشيطان كل واحد مننا أيها الأحبة للأسف يعني نسي كثيرا طبعا إلا ما رحم ربي أنا أقول قل واحد يعني معظم الناس إلا ما رحم ربي نسي موضوع الشيطان وموضوع الجن وعالم الجن وانغمس في الدنيا مع لألم أن كثير من الكوارث التي نراها اليوم سببها الشيطان الذين ينشرون الفساد في الأرض اليوم من الذي يجندهم من الذي يحرضهم من الذي يقودهم إبليس فكبكبوا فيها أي في جهنم هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون إذن أخي الحبيب القضية خطيرة جدا ليست مجرد آيات نتدبرها ونمشي أنت في حياتك تعيش مع هذا الكائن الخطير الذي سماه الله إبليس وكلمة أبلس أي يأس من رحمة الله هو يائس من رحمة الله عز وجل فهذا الكائن الخبيث أيقن أنه من أصحاب النار عندما أمره الله بالسجود لسيدنا آدم استكبر وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فعندما طرد من الجنة التي كان فيها إبليس توعد أنه سيضل عباد الله يعني لم يستكبر فحسب وينتهي الأمر لا رفض الالتزام لأمر الله واستكبر وكفر بالله ومن شدة إصراره على الكفر أراد أن يغوي سيدنا آدم ونجح في ذلك أخرجه من الجنة وعصى آدم ربه فغوى وأراد أن يحتنك ذريته ليضلها ويغويها ويزين لها سوء عملها ليأخذ أكبر عدد ممكن من البشر معه إلى جهنم لذلك آيات في القرآن تقول يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة تحذير ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن أعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أجيال ومليارات من البشر أضلها ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين واضح العداوة عداوته واضحة لا تخفى على أحد وأنا أعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلوها اليوم بما كنتم تكفرون بالله عليكم هل يستحق هل تستحق أصلا هذه الدنيا أن أتعلق بها وأفني عمري من أجلها لأجد نفسي أمام جهنم يوم القيامة هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلوها اليوم بما كنتم تكفرون وبما كنتم تعملون وبما كنتم يعني تغفلون وتلهون عن ذكر الله لذلك أخي الحبيب يعني أنا هنا أود أن أقول لك إن قضية الحذر من إبليس يجب أن لا تغفل عنها في كل لحظة يعني سأعطيك مثال ستذكرني به إن شاء الله مثال لطيف جدا اعلم أن أي مشكلة هناك شيطان وراءها أي مشكلة تحدث بينك وبين زوجتك مباشرة نوجه دماغك باتجاه الشيطان ستجد أن المشكلة ستحل فورا أي مشكلة تحدث بينك وبين زميلك في العمل في الدراسة في الشارع في المكان السكن مع جيرانك مع أقربائك اعلم أن وراءها شيطان طيب أنا من أين جئت بهذا الكلام من القرآن سأعطيك من القرآن ما يثبت هذا الأمر وأن معظم الناس يغفلون عن ذلك عندما يتعرض لمشكلة يشغل دماغه بمعزل عن الشيطان فلا يستطيع حل هذه المشكلة فتتعمق وتتجذر وتكبر وتستعصي عن الحل لا يجد لها حلا ولكن بمجرد أن غيرت أسلوب التفكير وقلت هناك الشيطان يسعى لتخريب علاقتي مع زوجتي أو مع ابني أو مع قريبي ستجد أن المشكلة بدأت تنحل لأنك أدركت الطرف الثالث الذي هو سبب هذه المشكلة طيب أين هي الحادثة في القرآن التي تبين لنا هذا الأمر في قصة سيدنا يعقوب عندما قص عليه ابنه يوسف عليهما السلام قص عليه الرؤية يا أبتي أني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين أدرك أبو يوسف أن ابنه سيصبح ملكا ذات يوم وأن إخوته سيدخلون ساجدين له طبعا السجود هنا كان مباحا ليس سجود عبادة إنما سجود تكريم للملك فهنا سيدنا يعقوب مباشرة ذهب تفكيره باتجاه الشيطان ما علاقة الشيطان بذلك قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين دائما فتش عن الطرف الثالث وهو الشيطان ابنك أغضبك اعلم أن الشيطان هو الذي يحرضه ضدك فاهدأ قليلا وحاول معالجة المشكلة بطرد الشيطان أولا أما أن تترك الشيطان جالس في بيتك يعبث بزوجتك وأبنائك ويعبث بحياتك ثم تقول أنا أريد أن أحل هذه المشكلة غالبا المشاكل الزوجية ما تنتهي بالطلاق أحيانا تصل نسبة الطلاق في بعض المجتمعات الإسلامية إلى أربعين بالمئة بسبب إغفالنا لدور الشيطان يعني أنا إذا وقعت مشكلة بيني وبين شخص وكان هناك طرف ثالث هو الذي يحرضه ضدي العلم والمنطق يفرض علي أن أذهب لهذا الطرف الثالث لعلاج المشكلة عنده المشكلة هناك ليست هنا صحيح أخي الحبيب فالشيطان هو الذي يحرض زوجتك ضدك بدلا من أن تلوم هذه الزوجة في البداية طهر بيتك من الأغاني ومن المسلسلات والأشياء التي لا يرضاها الله طهر بيتك من الكذب لأن هذا هو سلاح الشيطان طهر بيتك من الحقد من الطمع أكثر من ذكر الله استعذ بالله من الشيطان الرجيم يعني يجب أن تكثر من الاستعاذة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه استعذ بالله سبع مرات أبعد الشيطان ثم حل المشكلة ولكن أن تبقي الشيطان في بيتك وتقول أنا أريد أن أحلم لن تحل لذلك هنا يعني أنا أود أن ألفت انتباهكم أخي الحبيب إلى قضية كل الأنبياء انتبهوا لها كل الأنبياء بما فيهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يعني خذ مثال سيدنا كمثال من قصة سيدنا أيوب عليه السلام ماذا قال لربه إني مسني الشيطان بنسب وعذاب طيب ما علاقة الشيطان بالمرض كثير مننا يمرض ولكن لا نفكر أن الشيطان قد يكون أحيانا وراء هذا المرض وشدة المرض والمعاناة من المرض إني مسني الشيطان بنسب وعذاب لذلك لجأ إلى الله ليحفظه وينجيه ويقيه شر هذا الشيطان طيب هل بالله عليك هل فكرت أن تلجأ يوما إذا حدث معك مشكلة أن تلجأ إلى الله أن يقيك شر الشيطان لاحظت أخي الحبيب وهكذا يعني إذا تتبعنا قصص الأنبياء وقصة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان دائما يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند دخول المسجد عند دخول الحمام أو الخلاء لقضاء حاجته عند دخول الأسواق يستعيذ بالله من شرها وشر ما خلقت لها عند دخول بيته عند الخروج من البيت دائما كان يستعيذ بالله أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق والذرأ وبرأ ومن شر ما خلق في الأرض وما يعرج فيها ومن شر ما خلق في السماء وما ينزل فيها منها ومن شر الفتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير يا رحمن انظر أخي الحبيب صيغ كثيرة علمنا إياها النبي حول الاستعاذ من هذا الشيطان لذلك أنا أريدك أن لا تغفل عن هذا الموضوع كل المشاكل اليوم التي نعاني منها مشاكل اقتصادية مشاكل اخلاقية مشاكل اجتماعية إلى آخره سببها الشيطان فتش عن الطرف الثالث دائما المستفيد هو الشيطان لذلك أختم هذا اللقاء بآية كريمة الله عز وجل أخبرنا عن أساليب هذا الشيطان ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين الخطاب هنا لا يعني أننا نسجد للشيطان فيحذرون لا أنت عندما تهتم بالمال أكثر من ذكر الله ومن الله وأكثر من اهتمامك بالآخرة هذه عبادة للشيطان عندما تفتعل المشاكل وعندما تنسى ذكر الله اعلم أن الشيطان استحوذ عليك فهذه عبادة للشيطان لذلك أساليب الشيطان كثيرة جدا في الإغواء نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم شر الشيطان وشركه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق